السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله سوف نستكمل كلامنا في موضوع مادة الحركية واحد مادة الفيرس الشابتر الاول الشابتر الاول كان هو بعنوان order and rate of reaction حكينا عن zero order وكيف القوانين الخاصة فيهم وحكينا عن علاقة الconcentration في zero order zero order rate of reaction بكون concentration independent وانه الفيرس order بكون concentration dependent عرفناهم بعدين دخلنا في تي هاف او عمر النصف بعد ما حكينا القانون الموجود لل zero order والتي هاف الخاصة في first order وكيف حكينا انه فعليا عمر النصف في الفيرس order ما بعتمد على التركيز ولكن عمر النصف في zero order بعتمد على التركيز معناها انه rate والعمر النصف متعاكسين من ناحية الاعتماد على التركيز حسنا نبدأ في الاسئلة والتطبيقات بالحسابات على هاي المواطنة اول شيء ال frequently asked question انه هي اسئلة عادية سهلة فعليا بس انه عشان تعيد تنبيه على عدة اخطاء ممكن يتم تحصل اول شيء السؤال هو اول شيء السؤال اول شيء السؤال سؤال بحكي لنا انه كده انه انه رسمتك هاي هي اول شيء السؤال لما انت تكون رسمها على سميلوك بابر الجواب بكون انه الرسمة تعيثة ستطلع straight line يعني جواب يكون بما معناه انها straight line طبع لماذا straight line تكتب لانه احنا استعملنا السميلوك بابر سؤال الثاني I blocked the plasma drag concentration versus time ذاتها انا اسم لك بابر and got a slope with an incorrect k هسه لما يكون استعملنا لك بابر ورسمتنا طلعت straight line قانون السلوب هون يساوي minus k على 2.303 يعني 2.303 السبب هون ان احنا استعملنا اللوك اما لو اننا استعملين اللوك او اننا من حلب ب zero order ورسم عادية بدون ولا لن ولا لك بيكون السلوب يساوي minus k ولكن لان احنا استعملنا اللوك صار ان القانون هو minus k على 2.303 وفي هاي الحالة سبب الخطأ اننا بكون انسينا نحط 2.303 في الحال او انسينا نحط 2.3 على الاقل السؤال الثالث I performed a linear regard session on a t versus lin c how do I determine the c note from the intercept وهو بحكمن أنه هو رسم رسمه طلع معه في الرسمة عادي يعني رسمتها رسمت اااااااااااااا اي امسوه هون رسم الرسمة طلع معه مقدار c note طلع معه لأنها طلعت معه هذه النقطة عرفها من الانترسيبت عرف أنها هي النقطة هي لنت سي نوت أفضل تسيبت من تسيبت بس بدأ يعرف كم قيمة سي نوت ما أننا طلعنا هاي لنت سي نوت الجواب أننا منستعمل بالآلة الحاسبة الانفرس لنت أو أنه لنت قوة من منس 1 عشان نطلع سي نوت من لنت سي نوت يعني هذا بس إشيء بسيء عشان نتكب بس من الإجابات هاي الأكي أنصر سؤال الأول حكيان أنه الجواب الان يقوم بثلاذ social uh c'app� والآن سنجد ع unsc وننسى أن نضع الـ 2.3 الموجودة هنا ولكن نضع الـ-K بدون الـ 2.3 في حالة سناها سيكون لدينا خطأ ولكن في حالة كنا نستعمل الـ LIN ليس لدينا قيم جدوى القيم وستعملنا الـ LIN أو استعملنا رسمة باعتبار قيم الـ LIN هنا يقوم بعمل الـ-K وليس لازم نستعمل الـ 2.3 لا يجب أن تستعمل الـ 2.3 الموجودة هنا لدينا معامل التصحيح الخاص بأن الـ LIN يقوم بعمل الـ 2.3 الموجودة هنا ثالثة بس استعمل الـ ANTI-LOG الموجودة الـ INTERCEPT هي نفس عكاة التي نضع الـ INVERSE لها الـ LIN في الآلة الحاسبة هذه الأسئلة التي هي الـ LEARNING QUESTION هي الأسئلة حسابية حسب كل الأسئلة الحسابية المفروض أننا نرسم رسمة ومن هذه الرسمة عليها هواها نحدد أنه zero order ولا first order بس بهاي الحالة الدكتور رح يحدد لنا وفي الامتحان كمان الدكتور هو اللي رح يحدد لنا إذا هو zero order ولا first order أول سؤال بحكولنا على هذه القيم تم رسمها على الـ SIMILOG PAPER أو على الـ Standard Rectangular Coordination يعني هو طلب مننا أن نرسمها طبعاً إحنا بعد ما رسمناها خلص الدكتور حكولنا أنه هو رح يطينا إياها يطينا الناتج وطلع الناتج معنا أن هذه الرسمة هي فعلياً zero order يعني هو الدكتور أعطانا أنه خلص هي zero order وكمله حل أول مطلوب كان هو أن نوجد zero order ولا first order وهما أعطانا إياها في السؤال أو الدكتور أعطانا إياها في السؤال بعدين طلب BOTIS RATE CONSTANT K طبعاً إحنا هنا نحسب RATE CONSTANT K بالنسبة لل zero order قانون RATE CONSTANT K بالنسبة لل zero order يساوي minus slope أو slope يساوي minus K على هواها من طلع K اللي هي هون إحنا نبعنها zero order رح نسميها K NOT السلوب يساوي minus K يساوي دلتا Y على دلتا X من أين نجيب القيم؟ نجيبها من الجدول هذا الجدول اللي موجود في السؤال الدراج A موجود في الـ Concentration على شكل amount مش Concentration بالميليجرام اللي هي قيم الصادات وهي قيم الصنات نأخذ أي نقطتين ùng 29 نs 69-69 على 20 نقص عشر مثلا ٹ honestly احنا من القيم هذه يمكننا نعرف ان هذا السؤال هذا السؤال بس ان هذا زرور نبدأ نطبق القانون slope يساوي minus K slope يساوي فرق الصادات على صنات نأخذ أي قيمتين من هذا العمود نطرح منهم قيمتين مقابلاتهم من هذا العمود يعني 73 نقص 96 على 40 نقص 10 وهكذا هنا طرحنا القيمة وطلع معنا بالأخير 98 نقص 96 minus 7 20 نقص 10 10 فطلع معنا 0.7 minus k تساوي minus 0.7 k تساوي 0.7 ولأنها ملي جرام ولأنها زيرو أوردر وحدة تعييتها هي ملي جرام على الزمن ملي جرام على منت الطريقة الثانية اللي ممكن نستعملها إنه نستعمل القانون يعني إذا ما نستعمل الفرق بالنقطة نستعمل القانون هنا مثلا نستعملها إما عشان إنه منكون نعرف a note قيمة a note موجودة تس هون مثلا في الجدول هذا مش موجودة أو إنه بدل ما نعرف قيمة a note نفرض a note فرضا يعني بنحكي نفرض إنه a note تساوي 89 وعليه بتصير الزمن عند ال a note هو صفر بصير يعني نبدأ هاي صفر هاي ناقص 20 بتصير هاي بدل هاي بدل ال 60 بتصير 40 هاي بدل تسعين بتصير سبعين هاي بدل تسعين بتصير سبعين هاي بصير مية وهاي بصير مية وعشرة يعني إحنا طرحنا 20 من كل إشي لأنه a note صارت 89 والزمن عند هذو صفر لأنه الزمن الابتدائي يعني لساتنا ما عملنا إشي لسات زمن صفر نأخذ أي نقطة تانية اللي هي بتمثل قيمة a مثلا إنه أخذنا ال 75 ايشي التايم بتاع ال 75 رح يكون هون عفرنا 57 حيكون هون الزمن تاحة مش 60 رح يكون متل ما حكينا 60 ناقص 20 لأنه إحنا أخذنا 20 وهي صارت صفر فهيدا تصير 40 الزمن تاحة صار 40 a note 89 حددناها t تاحة صفر a اللي هي موجودة هون قيمتها 57 الزمن تاحة صار 40 بنكمل تطبيق المعادلة a تساوي 75 57 تساوي منس k اللي هي المجهولة اللي نعتبر حالما طلعناها time تاحة 40 زائد a note اللي هو 89 والجواب كمان بطلب عنا 0.78 سنلاحظ فيه اختلاف بسيط بين النتيجتين سبب اختلاف النتيجتين انه الطريقة اللي منستعمل فيها الرسمة هي فيها نسبة خطأ صح انها كثير بسيطة ولكن انه في نسبة خطأ تمام السؤال اللي بعده كان انه نوجد عمر النصف t half في عيننا اكثر من طريقة اما انه من الرسمة نحدد وين موجود النصف يعني احنا بنكون بدنا النقاط بدنا من عند ال a note منحدد وين ال a note ومنروح من المقطع الصادات مثلا مقطع الصادات طلع 200 مثلا يعني مثال نروح منزل منشوف وين نقطة المية مثلا نخليها عشان يعني تكون مطغية اكثر نفرض انها مية وخمسين منضل نازلنا تحت عبا منوصل لخمس وسبعين نوخذ المحور يعني نرسم خط ومنشوف وين تتقطع مع الرسمة ومننزل بالرسمة خط نعرف قديش عمر النصف الخاص فيها طبعا هذا الشي مو كثير مهم لانه هاي طريقة صعبة في عيننا طرق تانية في حال كان الجدول بوفر لنا ال a note بنوجد كمان نصف ال a note ونتطلع على قيمة الزمن المقابلة لها كمان هذا الشي مش موجود هون شانيك ها بنرجع لموضوع المسائل قانون تي هاف تساوي نصف ضرب a note على k note وحكينا احنا في الزير في الزيرو أوردر ري اكشن التي هاف تعيتها concentration معناها ما منستطيع ان نفرض مثلا انه ال 96 هي ال a note لازم ال a note تكون ال time عندها صفر ما من يقدر نفرض بعيد الحالة لانه ال t هاف تتغير مع تغير ال a note فلهذا السبب احنا بالاول لازم نحسب ال a note كيف نحسب ال a note احنا مسبقا حسبنا k note وناخذ اي نقطة عشان قيم a و t فصار عنا a معروفة مناخذنا اي نقطة t معروفة اللي هي الزمن المرافق ل a و a note هي اللي بدنا نحسبها اخذنا النقطة 57 57 هي ايه الزمن تاعها 60 t تساوي 60 minus k طلعناها 0.7 0.78 مثلا طلعناها من هون صار عنا اه طبعا احنا هون اخذنا نقطة تاني مثلا انا هنغيرها يعني هاي اذا حاولنا نغير الحال في حال ما اخذنا هاي النقطة في حال اخذنا نقطة 57 كانت بتصير هاي 57 وهاي بتصير 60 بس هون انا هكملنا حال مع الدكتور بي نقطة 73 a تساوي 73 و ال time تاعها 40 k حسبناها مطلع اي نوت اي نوت اي نوت 13.5 ميلي جرام اي نوت هي الكنسنتراشن الابتدائي الانيشي كونسنتراشن بنرجع لقانون تي هاف تساوي 0.5 ضرب اي نوت على كي كي حسبناها اي نوت حسبناها والنصف موجود من القانون محسب عمر النصف بطلع معنا 66 دقيقة الكنسنتر طبعا بيكون مشير لنفس الموضوع هاي الرسمة طلعت في كي طلعت zero order اخذ نقطتين طبعا هو هاي عشان حساب الكنوت اخذ نقطتين وحسب اخذ نقطتين اللي هي كان عندنا هون 10 ناقص 73 على 120 ناقص 40 طلع معه 0.78 اه في الطريقة الثانية استعمل القانون مباشرة اه طبعا هو استعمل الفرض هون هو ما استعمل الفرض لانه هو هون حاسبها اساس بس احنا استعملنا الفرض اه طبعا خلصنا هيك بكون هاي السؤال اللي بعده اللي هو عمر النصف هون هو مش حاسب اي نوت مثل ما احسبنا هون اخذ الانوت من خلال الانترسيبت احنا اخذنا اي نوت من خلال حساب لانه احنا ما احنا ما رسمنا هو رسم طبعا في الامتحان ما راح ترسم لازم تحسب الانوت حساب اه احنا حسبنا الانوت معنا 130 و135 وبعدين طبقنا القانون مثل ما هو كمل السؤال الثاني هسا السؤال الثاني مشابه للسؤال الاول ولكن انه راح يكون عندنا first order reaction السؤال او كان zero order reaction ومطلوب منه اه نوجد نفس الموطيات الخاصة بالسؤال الاول يعني نفس المطالب بالسؤال الاول ولكن وجودها له هاي القيم اللي هي بتمثل قيم لا first order reaction احنا بالنسبة لجواب السؤال اي راح يكون معطني اي الدكتور اللي هو ايش نوع اللي هو zero order راح يكون جواب انه هو first order بعدين راح نكمل الحل القيم هاي راح نستعملها في هذا الحل منلاحظ انه هو هنا ما اعطانا الاي نوت اي نوت مش موجودة بدأنا من عند اه تركيز سبعين والتايم اربعة ما فيش تايم سفر احنا راح نطلع اول اشي قيمة اه كونستاند كي ثابتة تفاول كي راح نحتاج انه اما نطبق قانون من القوانين الثلاثة الموجود للfirst order او نستعمل قانون الميل السلوب يساوي ماينس كي على 2.303 في حال استعملنا قيم اللوب او نستعمل السلوب يساوي ماينس كي في حال استعملنا قيم اللين هسا كيف نعرف القيم لازم هاي الوحدات نحولها اما لوق لدرق اي او لن لدرق اي يعني هاي السبعين اما ناخذ اللوق لدرق السبعين او ناخذ لن السبعين وهكده نعمل عمودة لدرق السبعين تانيات لهاي القيم باللوق او اللين وهنا نستعمل حسب القانون اللي بدنا بنشوف الحل هسا اول شي احنا عرفنا نفس او درق قيمة كي اما نستعمل قوانين واحد قوانين ثلاثة اما نستعمل قوانين اللين اي يساوي مينس كي تي زائد لن اي نوت او نستعمل لوج اي يساوي مينس كي تي على 2.3 زائد لوج اي نوت او نستعمل القانون اللي هو اي يساوي او لوج اي تساوي لن اي في مضروب في اي مرفوع القوة 0.3 مرفوع القوة كي ضرب تي هذا لسه ما يعني ما رح نستعمله لانه هذا صعب في الحساب رح نستعمل قانون اللين لانه يساوي لن اي يساوي مينس كي تي زائد لن اي نوت اي نوت مش معروف فرح نفرضها فرض كيف نفرضها ناخذ واحد من القيم الموجودة في الجدول على اساس انها هي اي نوت اخذنا مثلا انها اخذنا 58 هي اي نوت بتصير العشرة بتصير صفر لانها هي صارت اي نوت اللي هي الوقت صفر فصارت ال 58 الوقت تاعة صفر ال 42 تاعة 20-15 صارت 10 ال 31 صارت 20 و ال 12 صارت 40 ال 4 صارت 80 و ال 1.7 صارت 22 يعني لما حددنا ان بدنا 58 هي اي نوت منصفر التوقيت تاعة ومنطرح من باقي التوقيتات لباقي القيم نفس قيمة توقيت الاي نوت يعني اي نوت كانت توقيتها 10 مطرح من الكل 10 اي نوت كانت توقيتها 4 مطرح من الكل 4 اي نوت كانت توقيتها 20 مطرح من الكل 20 نرجع للسؤال بعد ما طبقنا واخترنا انه تكون 58 هي الاي نوت منطبق القانون عشان وجد قيمة كي اول شي احنا ناخد اي نقطة تاني عدل الاي نوت ناخد مثلا نقطة ال 31 لو رجعنا للجدول كان وجدنا انه قيمة الوقت عندها كان 30 دقيقة ولكن بما ان اخدنا 58 كاي نوت طرحنا 10 من كل التوقيتات فصار الوقت تاعة ال 31 20 دقيقة بدل 30 دقيقة فصار القانون لن ال 31 يساوي ماينس كاي القيمة المجهولة اللي بدنا نحسبها مضروبة في 20 مجموعة لها لن ال 58 والناتج بتطلع عنا 0.03 منت قوة مرفع القوة المانس واحد اللي هي وحدة الفيرست اوردر كونستانت طلب منا بعدها تي هاف تي هاف مباشرة بنحسبها بالقانون 0.6393 على كاي اللي هي هنا بس تصحيح هنا من 0.03 0.03 وجواب هو 23 دقيقة طريقة الثانية طبعا احنا مترد ما حكينا انها ممكن نوجد من قيم الجدول في حال كان عندنا اي نوت نحاول نعرف نصف اي نوت كتوقيت بعدين نشوف يعني مثلا لو كانت اي نوت نرجع الجدول مثلا لو مثلا انه اي نوت موجودة مثلا هاي كانت صفر مش اربار منشوف وين ال 35 التركيز اللي عنده 35 ونشوف التوقيت هاي طريقة اي عشي نعرف تي هاف بس مش يعني بالمرة مو ضرورية هسا السؤال الاخير او الفرع الاخير اللي هو find the equation هسا بانها first order reaction فبنا نكتب الاكواجن اما على شكل لين اي يساوي كي مينس كي مضروب في تي زائد لوج اي عفوا لين اي نوت او نكتبها بشكل يساوي اي تساوي اي نوت مضروبه في اي مرفوع للقوة مينس كي تي فقررنا مثلا نستعمل قانون اللين عشان نستعمل قانون اصلا بشكل اساسي عشان نكتب المعادلة بدنا لازم نعرف قيمة الاي نوت الاصلية وليست الفرضية فعشان وجود قيمة اي نوت لازم نستعمل المعادلة من باقي القيم رح ناخذ اي نقطة نستعمل القانون لين يساوي مينس كي مضروب في ت زائد لين اي نوت طبعا انا معوض الارقام اول شي اخذ nous black12 نجد الاعشر من الوقت الموافق اليها هو 60 لين لي 12 يساوي مينس كي كي هي 0.03 مضروب في قيمة تي تاع 012 الى هو 60 دقيقة زائد لين اي نوت نحن نحسب قيمة A نوت أو نحسب قيمة LIN A نوت حسب أي قانون نستعمل نكتب هذا أو هذا؟ إذا نستعمل هذا يجب أن نوجد قيمة A إذا نستعمل هذا يجب أن نوجد قيمة LIN A ونكمل الحال بطلع معنا LIN A يساوي قيمة معينة بهذا السؤال طلع معنا A تساوي 78 فالقانون نوجد A يساوي 0.3 T زائد لن والقانون هذا بظل زي ما هو A تساوي 78 في E مضروبة في مرفع القوة ماينس كي تي اللي هي ماينس صفر فاصل صفر ثلاثة تي قيمة A وقيمة T هي قيمة متغيرة إذا عرفنا T رح نعرف A إذا عرفنا A رح نعرف T السؤال الثالث اللي هو سؤال تقريبا مقالي حكي لنا أنه فارماسيس تسولف بعض ميلي جرام اف نيو انتيبيرو تيك الدراج انتو اكزاكي 100 ميل اف ديستلد ووتر ان تبليز السوليوشين ان ريفليجوريتر درجة حرارة خمسة مو مهمل الشياء ضل يأخذ منها عينات كل فترة زمانية يشيل عشرة ميل عشان يشوف كمية الدواء المتبقي في العينة فكانت القيم الناتجة كانت في الجدول التالي بعد مص ساعة كانت القيمة تعيث الانتيبيوتك هي 4.5 ميكروغرام لكل ميل بعد ساعة صارت 81.2 ميكروغرام بعد ساعتين صارت 74.5 ميكروغرام بعد ثلاث ساعات بعد 4 ساعات تلات واحدة ستين وهكذا أول شي طلبه بل استطاعت هذا التالي بل استطاعت هذا التالي تسبب الانتيبيوتك او بل استطاعت هذا التالي الدكتور هاد جابنا عليه انه بطلع انه زيرو اردر يعني هاده بناخله جاهز لانه مارك محسبه فكان انه زيرو اردر هسه المطلوب الاول كان انه نحسب فايند الرايت او كنت فيين اكثر من طريقة أول طريقة بإننا نستعمل الميل slope يساوي minus k طبعا إحنا فيه شغل في السؤال قبله سرح نعيدها نحن هنا قيمة k كان ممكن نوجدها بأكثر من طريقة ولكن إحنا سرح نعيدها في سؤال ثاني إحنا هنا استعملنا المعادلة لأنه هنا نستعملنا slope ممكن كمان كان نستعمل slope في السؤال للfirst order ولكن نحن نحكي فيه لأنه في عنا طريقتين للحل في slope في الفيرس order نرجع للسؤال slope هنا minus k تساوي delta 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 المعادلة الأمونت موجود في السؤال هو موجود على شكل Concentration فهنا من الممكن نكتب c ناقص c.nothe على T2 ناقص t1 minus k تساوي أخذنا 0.48 98kem 48� Torah 48� takimな aconte 81 كان عندها الزمن الأ wolves 11quet كان عنده الزمن الساعة طالعي لناتج عندنا النهائي 6.67 구� gram لكل ميل على المضربة في ساعة هاي واحدة pennote or note لوraktion في حال تكريد cómo سؤال الثالث كان بديه الانوت الانوت هي مهمة حتى نعرف نحسب تيهاف وحتى نعرف نحسب تيهاف وحتى نستطيع كتابة الإكواجين مجبس هذا السؤال هو طلبها مثل ما هي هو فعليا طلب الضبط عشان نرجع عشان سؤال مقالي حكالنا بديه عدد الملي جرام بديه الانوت بالكمية هاي احنا اخذينها بتركيز فهو بدو اياها بكمية فهذا الشي رح يؤدي ان احنا محتاج نزود خطوة تحويل للناتج اللي رح نحسب فيه نرجع المعادلة العامة تعيتي ال Zero Order اللي هي بتكون في حالة concentration C تساوي minus KT زائد C نوت يساوي قيمة معينة عفوان منها بدنا نطلع قيمة C نوت بناخد اي نقطتين اخذنا نقطة اللي فيها C تساوي 61 قيمة ال Time عندها بكون 4 ساعات تساوي معناها تساوي 6.67 كملنا حل مايكروغرام وهذا لو كان الاناتج قيمة الاناتج موجودة في 100 مل فحنا بدنا نرفق قيمة A نوت بالضبط اللي اوجدناه C نوت فA نوت تساوي C نوت مضروبة في 100 على 87 الناسج النهائي كان بالاخير عفوا A نوت تساوي 100 ضرب 7.5 وناسج نهائي كان 8750 ميكرو ميكرو جرام او انه تكون 8.75 ميلي جرام احنا طلعنا قيمة K وطلعنا قيمة A نوت فبس نطبقها على القانون وظل عنا A تساوي مينس K اللي هو مينس 6.67 ميكرو جرام لكل مل في الساعة ضرب الزمن اللي هو مجهول هو A مجموع لهم A نوت اللي هي طلعت معنا 8.75 ميلي جرام السؤال الرابع السؤال الرابع السؤال الرابع يحكينا السؤال الرابع انا ص consec إلي ثلاثة نهائي viel ملي جراما نأريك سؤال الرابع في السؤال الرابع السؤال الرابع أستجد السؤال الرابع vie السؤال الرابع عندما سلم معavorsكاح اللي ليسed نعني أن القيام أCO نبدأ لنطبق القانون نحن لدينا وقتين لدينا A نوت و لدينا A مناهة انه ممكن نحسبها من خلال القانون المباشرة طبعاً نحتاجنا هون لثلاثين يوم هاي رح نحتاجها كمان شوي بس نحن تي هاف ممكن نحسبها مباشرة تي هاف تساوي 0.639 على K قيمة K كيف نحسبها؟ نحسبها من خلال الوقت اللازم لوصول 75 ونطبق القانون العادي القانون اللين اللي هي لن A تساوي مضروب في التايم زائد لن A نوت 300 A 75 و التايم 30 منطبق لن 75 يساوي مجهول اللي بدنا نحسبه ضرب 30 اللي هي التايم الخاص بالدواء مثل ما حكينا اللي هو يحتاج 30 يوم زائد لن A نوت اللي هي لن 300 وطلع معنا K بالاخير 0.0 46 day ورفع القوة 1 لان الوقت هو في الزمن هسا بنا نوجد تي هاف منطبق القانون مباشرة تي هاف تساوي 0.693 على 0.046 وطلع معنا الجواب 15 يوم الفلية التانية حكينا فلانا فتواز 0.0 فعند تي هاف تي هاف تساوي لازم يكون لدينا A نوت معروفة لازم يكون لدينا A نوت معروفة لازم يكون لدينا K معروفة وكي مش معروفة فلازم نحسبها كيف نحسبها منطبق قانون ال concentration بأنه نحن هنا بنا نحكي ال concentration وحي ممكن نحكيها بدل A نوت كمان C نوت وهاي بدل A C عشان نكون يعني السليم أكثر والقوانين مثل ما حكينا هنا نطبقها بال C وال C نوت فK تساوي بدا نطبق عليها قانون 0 order C تساوي K مضروبة في T زائد C نوت C اللي هي 75 C نوت اللي هي 300 الزمن هو 30 يوم ووجدنا منه K نوت K نوت طلعت 7.5 ميلي جرام لكل ميل في اليوم التي هاف منعوض في القانون 0.5 ضرب A نوت على قيمة K 0.5 ضرب 300 على قيمة K 0.5 ضرب 300 على قيمة K تمام قبل ما نرجع للسؤال الخامس أو قبل ما نروح للسؤال الخامس بدنا نرجع بس لملاحظة بسيطة على كيفية حساب K في حالة first order reaction وما بدنا نطبق القانون بدنا نستعمل السلوب بدنا نرجع على الجداول تأتي الأسئلة اللي قبل عشان بس نأخذ منها القيام مثلا هذا الجدول تأتي الأسئلة الثانية وهو كان first order reaction حسنا ممكن نحسب قيمة K من خلال معادلة وممكن نحسبها من خلال السلوب بالنسبة للسلوب في عنا طريقتين إما نستعمل اللوغ أو اللن في حالة استعملنا اللوغ للقيام يعني اللوغ السبعين ولوغ الثمانية وخمسين يعني كان القانون السلوب يساوي اللوغ الثمانية وخمسين على ناقص لوغ السبعين على عشرة ناقص أربعة يساوي بكون هذا القيم تساوي ناقص كيعة 2.3 أما إذا كانت القيم كالتالي لن الثمانية وخمسين ناقص لن السبعين على عشرة ناقص أربعة السلوب يساوي ما نهى الفرق بينهم إنه في حالة اللوغ بيكون مينس كي على 2.3 في حالة اللن بيكون مينس كي بدون 2.3 سبب إضافة 2.3 هو تعديل القيم للتناسب بين اللوغ لأنه اللوغ يساوي بس نهمل 0.3 سؤال الخامس كم دوا في العالم يأخذ منه 99.9% من أي مستقبل لتحرق لتحرق هنا يقول لنا بالنسبة لأي دوا في العالم حتى يتحول منه 99.9% يعني خلاص يتفكك كم الوقت اللازم بالنسبة إلى تيها يعني وحدة الزمن هسا عنا مش يوم ولا دقيقة ولا ثاني ولا ساعة وحدة الزمن تايتنا اللي راح نحكي فيها بعد السؤال هي تيهاف ما راح نعمل تيهاف كمجهول راح نعمل تيهاف كقيمة كمثلا باوند ككيلو كساعة بس كوحدة زمن يعني هتكون وحدة الزمن الخاصة فينا فيها تيهاف راح نشوف ايش اللعبة طياز نفرض انه الانيش الكنسنتراشن كان ألف ميلي جرام الالف ميلي جرام متفكك منها 29.9% يعني ضل واحد بالمية معناها صار عندنا المنحنة تاعة الكنسنتراشن مع التاني بتكوى من الانيش الكنسنتراشن القيمة واحد ميلي جرام اللي هي 0.01% اللي هي 0.01% اللي هي 0.01% اللي هي صارت واحد بالالف مضروبة في الام مضروبة في الف عشان نشوف كم ضايل يعني واحد الف ضرب الف عشان نعرف كم ضايل ميلي الدواء لسا تما حصلوا ديكم بس شان ضل واحد ميلي جرام بس فينا طريقتين عشان نعرف كم تيهاف محتاجين حتى نصل لهيك وضعية أول طريقة هي طريقة عشوائية بدون حساب بدون أي منطقة بس هي طريقة صحيحة ممكنة هي أن نحسب أنه كل مرة تي هاف ورح ينزل نص عدد أو نص الكمية رح تنقص معناها بأول تي هاف رح يتقضل خمسمية معناها هذا الفيرس أودر رأيكشن معناها النسبة ثابتة وليس الكمية ثابتة ثاني تي هاف رح ينزل متين وخمسين نص الخمسمية ثالث تي هاف رح ينزل مئة وخمس وعشرين نص المئتين وخمسين وهكذا يعني رح نحتاج بالأخير حتى نوصل الواحد ميلي جرام أو أقرب قيمة إله اللي هي 0.98 احتاجنا عشر مرات يعني نحتاجنا عشرة مرات أو عشر أوقات من أوقات تي هاف حتى نوصل لتفكة 29.9 من هذا الدوار الطريقة الحسابية الصحيحة اللي هي باستعمال المعادلات استعمالنا المعادلة بالأول اللي هي بتساعدنا في التعويض اللي هي تي هاف للفيرس أودر تساوي صفر فاصل ست تساعة ثلاثة على كي طيب كي اللي هي ثابتة التفاوض على الفيرس الأوردر موجود في مكان ثاني مهم موجود كجزء من المعادلة الأساسية فإننا أكثر من قانون ممكن نطبقه هون ممكن نطبق قانون اللوغ وممكن نطبق قانون اللين بس نطبق قانون اللوغ عشان يعني نتمرس فعليه أول شي بحكي لنا قانون اللوغ 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 سي لأنه بنحكي هون عن كونستراشن توصيل الكليات هاي ميلي جرام وكل ميل يعني حكينا بالكنستراشن فصار هسا حسابنا بالكنستراشن وهي حتى هاي واحد ميلي جرام وكل ميل صار في عنا لوغ سي يساوي ماينس كي تي على تو بوينت ثري زائد لوغ سي تي ما منعرفها اللي هي بدنا نوجد قيمة القيمة فيها بس بدل بتكون ساعة نوجيدها بقيمة تي هاف السي مو معروفة السي عسا إحنا هي اللي ضلت عفوا هي ما تبقى من الدواء اللي هي واحد ميلي جرام سي نوت اللي هي الدواء الأصلي الف ميلي جرام تي هاف هي اللي احنا بنحسبها كوحدة واثنين فاصلات اللات لأنه إحنا بنستعمل اللوغ أول شي كي حسبناها من قبل كانت ما حسبناها من قبل كي راح نعوض بدلها القيمة اللي حكينا عنها اللي هي كي تساوي صفر فاصل ستة تسعة ثلاث على آآ تي هاف بنعوضها مكان كي الموجودة هون يعني بدل كي الموجودة هون بنعوض القيمة اللي موجودة هون صفر فاصل ستة تسعة ثلاث على تي هاف بس فين القانون الأخير هو لوغ سي سي تساوي واحد هيها اللي هي اللي هي الـ final concentration أو الـ concentration اللي ضل وإحنا بنحسب فيه طبعا مضروف في كي اللي هي كانت صفر فاصل ستة تسعة ثلاث على تي هاف مضروف في تي تقسيم اثنين فاصل ثلاث زائد دق سي نوت طبعا بعد الحسابات طريع معنى أنه قيمة تي تساوي تسعة فاصل خمسة وتسعين من تي هاف حد هون رح يكون الكلام بهذا الفيديو إن شاء الله فيديو جاي منكمل حل أسئلة وغيره من الأمور مفقين إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر